على معرفة نوع الخبر إذا أعطاني مثال وقال لي حدد نوع الخبر فعليك أن تتبع الآت أقول مثلا العلماء باحثون عن الحقيقة العلماء مبتدأ انظر إلى كلمة باحثون إذا أردت أن تعرف هل هي اسم أم فعل نضيف لها الألف واللام يبنى لو قلت العلماء الباحثون استقاموا من معنى باحثون اسم ومفرد وهنا طبعا خبر مفرد باحثون خبر مرفوع على مترفة الواو لأنه جمع مذكر سالم وطبعا هنا الخبر المفرد هو ما كان كلمة واحدة ليس جملة ولا شب جملة العلماء يبحثون عن الحقيقة انظر إلى كلمة يبحثون هنا طبعا هنا جملة فعلية لا يستقيم معها الألف واللام وبالتالي يبحثون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة واو الجماعة ضمير متصل مبنى في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفعل في محل رفع خبر المبتدأ فالخبر هنا خبر جملة فعلية العلماء بحثوا عن العلم العلماء بحثوا بحثا فعل ماضي مبنى على الضم الاتصال بواو الجماعة واو الجماعة ضمير متصل مبنى في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفعل في محل رفع خبر المبتدأ هنا طبعا خبر جملة فعلية العلماء أبحاثهم مفيدة انظر إلى كلمة العلماء نجد أن كلمة أبحاثهم جزء من شبكة العلماء طبعا العلماء هنقول علم أبحاث معرفة معمل اجتهاد اصرار عزيمة يعني شبكة المفردات ومتصل بها ضمير بمفردها لا تتم المعنى ولكن تتم المعنى مع خبرها وبالتالي ده خبر اسمه خبر جملة اسمية هنقول أبحاث مبتدأ الثاني مرفوع على مترافة الضمة وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه مفيدة خبر المبتدأ الثاني مرفوع على مترافة الضمة يب أنا هنأخذ أبحاثهم مفيدة ده اسمه خبر جملة اسمية لو أنت طلعت لي مفيدة فقط وقلت لي خبر مفرد اسمنا طبعا الخبر الجملة الاسمية عبارة عن خبرين هنأخذ المبتدأ وخبره يبقى خبر جملة اسمية هنأخذ خبر المبتدأ الثاني فقط يعني إيه عشان ما نغلطش ونقول أبحاثهم مفيدة خبر مفرد لا أبحاثهم مفيدة خبر جملة اسمية أم في ده فقط فهي خبر مفرد العلماء في معملهم طبعا في حرف جر ومعمل اسم مجرور وهم ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه ده طبعا خبر شبه جملة العلماء بين أبحاثهم ووسط طلابهم طبعا بين أبحاثهم بين ده ظرف ظرف مكان ووسط ظرف مكان يبنا عندي الجملة تشتمل على خبرين شبه جملة الأول بين أبحاثهم والثاني وسط وهنا طبعا ظرف مكان طبعا بشرط أن ما يكون فيه فصلة بين الجملتين وليس هناك حرف الواو لأن لو عطفنا يبهنا كده جملة جملة معطوفة لكن العلماء وعملنا كتبنا مثلا مشتهدون فصلة محبون لعملهم فصلة وهكذا إن شاء الله نجيب أكثر من خبر ما فيهاش مشكلة قالوا علماء غدا في معملهم وطبعا غدا ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة وهنا خبر شبه جملة ترجمة نانسي قنقر